السلام عليكم الاخوة اليوم سنتحدث عن واحدة معلومة مهمة هي كيف ترون معي في الصورة لدينا فلوكة يعني شطو يعني اللي كوندسيون دي السطوكاج او لا فيكي تحت الحوت يعني ما كلا شونبر لا والو ما كلا هذا بعض المعلومات اللي بغيت نوصل لكم وانتم ما كيف ما كتشوفوا فلوكة دي السردين يعني غير الشمش اوف لارد يعني بزاف ديال الحواج اللي ما كيكونوا صحية بالنسبة لاخوة اللي بتاريخات هما اللي غتشوفوا معي دابا بار قوات كبار كيكون فيهم العنبر كيكون فيهم بلاصة ديال لا غلاص هاتشعلش تمان ديال الحوت كيكون في واحد النوع ديال الاختلاف وهذا المعلومات الاخوة هي اللي بغيت نوصل لكم باش تستفدوا معها في هاد فيديو ان شاء الله تعرفوا بانه يعني الحوت ديال الباريخات دائما كيكون شوية ساوي على الحوت ديال الفليك الا في واحد النوع ديال الحوت ولي كيكون غالي ديال الفليك على ديال الباريخات وهي الكالامار اما ما تبقى هنا دائما اللي حوت ديال الباريخات على أن يكون حول الضوء لتطلع الهتشوم مرنا وكيكون غلاص ديال الالي بين الانسان ليس بحل المال فليك يكون منہapa بالنسبة لكم كيف ترون معي من موضوع اليوم هو الميرنة وميرنة الفليك وميرنة البريخات كيف ترون معي كان هنا ثلاثة الأنواع ميرنة كان واحد عنوى من ميرنة كلا فليك وميرنة كان واحد من النوع اقلوا باقلاوة مرنة الفاسية هي الطائحة ومادقته وكيف تتبع على الاساس الميرنة وكيف تشوف الاخوان لا يعرف تفرزوه او لا تجبدوه ما بيه الحوت الاخر وهذا هو باقلو كيف تشوفوه جوجة البياسات هما كيكونوا شوية فتحين وبحيلة قلق ما كيكونوا شروند منذورين الميرنة كتكون شوية منذورة بالنسبة لاخوان سننعرف كيف تجبدوها او كيف تجبدوها باقلو ما بيه الحوت يعني إذا كانت في صندوق الميرنة او الليلة كانت في صندوق الميرنة او هي ماشي الميرنة سنعرفكم العالمة كي ستجبدوه وعالمة سهلة غير اركزوا معي في الفيديو ان شاء الله ستستفدو بالنسبة لاخوان كيف تشوفوا الميرنة عندها جوجة زعاني في البطن او في الكرش دياله طوال كيف تشوفوا البطن وهذا باقلو هذا هو عنده زعاني في البطن سوية قصية وين صغيرين وكيف تشوفوا الاخوان بعد ما كنت لكم العالمة اللولة اللي هما فتحة تقول العالمة الثانية اللي هي كتحية الشك هي انك يكون عندهم زعاني في البطن قصار كيف ما كتشوفوا معي يوم في الفيديو ودائما شتوه روما كل شي ولكن الميرنة دائما كيكون عندها زعاني في البطن طوال كيف ما شتوه هذا العالمة اخوان ما تحيدوا ايش من دماغتعكم من البلد لكم ودائما تقلبوا باش تعرفوا تفرقوا ما بين باقلو وما بين الميرنة وبالنسبة للميرنة اخوان تمن ديالة باقلو اولا تمن ديالة تمن ديالة تمن ديالة من عشرين دريم تثلاثين دريم قصدها في الفيديو ومال تمن ديالة ومشكلة تمن ديالة هي انها لا تصبر وكتكون وكل شي ما كلا اللي تخلية تغيير كرشة تخنز كيف ما تشوفها كرشة عمرة ولكن الحاجة التي تنصلك لكم كيستطيع تفرقوا ما بين الميرنة باييرنة والباريخات دائما تكون محيدة لها لزيكايتش كما هي محيدة لان بطريقة الصيد يجرع عليها بشبك اما بالنسبة للميرنة سوف تكون دائما فيها الزكاية وكيف تكون مرخية كيف تشاهدون معي كونديسيون دائما دائما أرجع لكم لكونديسيون ومالذي يجعلون الثمن دائما يطح وكيف تكون واكلة دائما شي سردينة شي حوطة ضغية كرشاكة خناز وكيف ما كتشوفوا سوف أردتكم الفرق ما بين الميرنة والميرنة والفلايك والميرنة والباريخة وباقلو وكنتمنى الإخوان تستفيدوا معي وكيف العادة سوف أردكم ثانية الطريقة للتنقية وفي الفرق الميرنة والميرني توجد هذه الفرقffe لم تكن منتبه للغوز سوف نقول بأسلوخة والطريقة الصيد للغوز لانهم بدجوهم بالخروف مع الميرنة في كل بحر السماء والميرنة تقول بأسلوخة ولكن فلايك تكون أدائما مرخية وفي هذه الفلايك كتير wide وفي هذه العادة لا يمكننا سيضاء بالخيط وهذه المعلومات التي سوف نتسونا ولاح procurement وكيف يظتم البط дней لأسلوMat خلطato 40000 سانت المصادر فلقل dicفا والضعام في نظرة صندوق열 والضعام المسال ، ثم كل من 10 حالة خلطا الآن اشتركوا الاخوان في السوق. كانت من الاخوان تستفيدوا معي وبقوا مع الطريقة طاعة تنقيها كيف العادة. وما تنسوش الدعم والبرتاج. وركزوا معي. والله يجزيكم بخير على هذه المعلومات اللي كان نعطيكم. ورا هي الفروقات المهمة اللي تقدروا. يعني تفرقوا بها بين الحوت. لان الميرنة كيف ما كانت شوفه. رمشي سهل باش تفرقوها بينها وبين باقلو. العلامة اللي قلت لكم. عقلونا نعودها معكم. كي يكون بلا. افتح. والزعانف ديال البطن هي المهمة. هي الحد الفاصل باش غ وما انهم مقصورين. تحياتي لكم الاخوان. الى فيديو لاحق ان شاء الله. ما تنسوش الدعم والبرتاج. كيف مشتم معي الاخوان. نبغدي ندوزو. طريقة ديالت نقيها. كان واحد طريقة اللي هي. كنحيدوا لالقرجوطة. معاه المصار. والخياشم دياله. هي الطريقة اللي اللي وردكم. بالنسبة للطريقة التانية الاخوان. هي ديالك تشوفو. كيتسمى دمي فيلي. او لا. نص فيلي. نص ديالك فيلي. وكيتحيد لي. شيفرmail وليأ للنسبة لصدرية فيلي و suggestive lefaxo deli diyal diyal Hiomo. jan a قال لي هدي. كيف يمكن لكي أل genetlyn المصارح واحدات التي يطدNo. ي��ي؟ لي وعلى كيف لا تحدث جزاف كل شيفرول. بالنسبة لاذع. كيف شوية Wu 몇wear vậy. اناentes ت fireside. كيف لا تسمع بشكل 구فران والجميهم.kttttf3ní.är estudio Bei فيديو رytes لخياشة العديدة عليهم مخانво من خيرها. ولكن спيت revelations nastyczp3 ctnlsا بالنسبة للميرنا الميرنا تأتي على طريقة الشركة يعني جوج مشروكي تتحيط للسنسل بمرة كتما فيلي او الدومي فيلي كيف موردكم او لا تتحيط لغير القرجة وكتدر في الفريتور ومن الاحسن الاخوان تأكلوا الحد او فوق او لا يعني من الاحسن تأكلوا او لا او لا في الفران من الاحسن انتفادوا الزيت وانتفادوا بالزف ديال الامور ليه ماشي صحية وخالف الريتور وعند واحد ماداق خاص كانت من الاخوان تاخدوا من الناصحة وتاخدوا بالمعلومات المهمة اللي كان اعطيكم ودائما الحمد لله معكم شفع بن الاله تتستفدوا بجميع انواع الاسمك باذن الله تعالى وتحياتي اليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله